موسيقى سيداتي سادتي أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم إلى هذا الموعد المتجدد من برنامج رئاسيات 2014 كما عودناكم نستضيف في هذا البرنامج صانعي المشهد السياسي الوطني ونجوم موعدها المقبل لرئاسيات 17 أبريل 2014 يسعدنا في هذا العدد استضافة إحدى المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة إحدى لأنها المرأة الوحيدة والوحيدة بين نساء الجزائر التي خطت هذه الخطوة حملت على عاتقها الدفاع عن حقوق العمال ولم تتوقف طوال أربعين سنة عن عملها وعن نضالها وهي التي تترشح للمرة الثالثة على التوالي لرئاسي الجزائر أسعد معكم باستضافة سيدة لويزا حنون مترشحة عن حزب العمال أهلا بك سيدتي وشكرا على حضورك أهلا وسهلا شكرا لكم للتعرف أكثر على مسيرة وحياة سيدة حنون تابعوا معنا هذا الفورتريا الذي عده الزميل ياسين رحمون لويزا حنون من موليد 7 أفريل 1954 سياسية جزائرية والأمينة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر ولدت في جيجل لأسرة متواضعة ونالت شهادة البكالوريا سنة 1975 وتبعت دراستها الجمعية وهي موظفة بمطارع النابع تعد الأمينة العامة لحزب العمال ويزا حنون التي انتخبت نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أربع مرات وإحدى المؤسسات ورئيسة الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال التي أنشئت سنة 1989 إحدى المترشحات لرئاسيات 17 أفريل القادم بعد أن تمكنت من استفاء الشروط القانونية وذلك للمرة الثالثة على التولي بعد 2004 و2009 وقد شاركت حنون وهي منحدرة من عائلة فلاحين من بلدية الشقفة بولاية جيجل فور دخولها جمعت عن نابا حيث تحصلت على لسونس في الحقوق في إنشاء مجموعة النساء العاملات لتجعل من مسألة النساء وتفتحهن ناكفا سياسيا وعاما وبدأت حنون مشوارها المهني في التغليم وهذا فور حصولها على شهادة البكالوريا قبل أن تلتحق بقطاع النقل الجوية لتمويل دراستها الجامعية وقد تم تردها من العمل لنضالها من أجل الحرية النقابية واستقلالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليعاد إدماجها وتحويلها إلى الجزائر العاصمة سنة 1980 بعد شهور من النضال وبالجزائر العاصمة التحقت المترشحة بالمنظمة الاشتراكية للعمال في السرية ليتم توقفها سنة 1983 ثم مرة أخرى سنة 1988 وفي 1989 وبعد الاعتراف بالتعددية الحزبية انتخبتها قيادة المنظمة الاشتراكية للعمال ناطق رسمية وهي المهمة التي أقرها المؤتمر التأسيسي لحزب العمال في مي 1990 وقد شغلت هذا المنصب إلى غاية انعقاد المؤتمر الخامس في أكتوبر 2003 لتنتخب بعدها أمينة عامة لحزب العمال وقد قدمت حنون ترشحة الأول لرئاسيات 1999 بحيث رفض ملفها من قبل المجلس الدستوري لتعيد الكرة من جديد سنتي 2004 و2009 وعلى الصعيد الدولي أصبحت حنون عضوا مؤسسا للوفاق الدولي للعمال والشعوب في جنفي 1991 وقد شاركت منذ ذلك التاريخ بصفتها ممثلة لحزب العمال في لدوات مناهضة للخوصصة وأخرى من أجل الدفاع عن المنظمات النقابية واحترام معايير العمل كما تعد عضوا في لجنة النساء العاملات ولجنة إفريقيا للوفاق الدولي للعمال وكذا طرف مشارك في كل المبادرات والحملات التي بادر بها التحالف النقابي الأمريكي المناهضة للحرب والكونفيدرالية الدولية للنقابات العربية والوفاق الدولي للعمال ضد احتلال العراق وهي عضو شرفي في اللجنة الدولية ضد القمع نظام معادلة واليوم انطلقت الوزح النون في حملتها الانتخابية عبر كافة أنحاء ولاية الوطن بغية اعتلاء كرسية المرادية سيد الوزح النون أربعين سنة من النضال من العمل نظرة سريعة ماذا تحقق منذ بداية دخولك معترك النضال هل ترين أن وضع العمال قد تحسن وضع الجزائر قد تحسن وضع المرأة قد تحسن شكرا فقط ملاحظين صغيرة لأن البرتري صادق نازيه فعلا الجمعية الوطنية للنساء التي تأست من أجل المساوات لمناهضة قانون الأسرة تأست في سنة 85 يعني بعد ما خرجت من الحبس كنت في السجن مش غير أنا وحدي ولكن كانت عندنا الجرأة جموعة من النساء 33 و39 مرأة اجتمعنا في مطعم بالعاصمة وقررنا إنشاء هذه الجمعية يعني تحت نظام الحزب الواحد امتزعنا الاعتماد بعد أكتوبر 88 المجاد تعددها الحزبية والحق في تنظيم الجمعيات يعني يختلف الوضع لأنه قاومنا من أجل نظرنا من أجل حق في تشكيل الجمعيات مستقلة عن نظام الحزب الواحد وفي نفس الوقت طرح القضايا المتعلقة بالمرأة ثانيا في سنة 2010 في مؤتمر دولي مفتوح للوفاق دولي للعمال والشعوب اخترت كمناسق دولي كمناسق دولي لهذا التجمع الواسع ما هوش يعني تنظيم سياسي فقط هذا التدقيق منذ منذ أن انطلقت في مسيرة نيداليا مثل ما ذكرتم يعني أزيد من 40 سنة بالفعل أمور أمور التي تغيرت نحو الأحسن أمور تغيرت نحو الأحسن أولا أكتوبر 88 أكتوبر 88 ضحوا 500 نشاب ولكن انتزعنا فضاءات كبيرة في الممارسة السياسية لم يزل نظام الحزب الواحد لأنه أنصاروا رقعوه وحاولوا أعطوه الواجهة الديمقراطية لكنه بقى بمؤسساته وممارساته لكن انتزعنا بعض الفضاءات الهامة جدا فيما يخص الإعلام فيما يخص تنظيم الأحزاب فيما يخص الجمعيات ولو أنه فيه تقييد وفي المرحلة الأخيرة نقدر نقول فيه نوع من التفسخ في الممارسة السياسية خاصة حقوق الندار من أجل المرأة حقوق المرأة كما تقال في البورتري خرجناه للعلن خرجناه للعلن وهو مطروح يعني الآن شيء ممكن أننا نجنبه وممكن أننا نتهرب منه ونرجع للوراء لا شفنا في الحملة الانتخابية أنه مرشحين يعني بعض المرشحين يتهربوا من هذه القضية واش اللي يتحقق واش اللي يتحقق مثلا لو تتكلم فيما يخص المرأة جاء قانون الأسرة كتقهقر تقهقر في تاريخ الجزائر في سنة 84 والشعب الجزائري لا يوجد علاقة ولا يوجد مسؤولية في هذا الشيء لأنه على عكس ما يقال ليس هو اللي طالب بقانون الأسرة الضلامي إنما نظام الحزب الواحد هو الرجعي وهو الضلامي لأنه عنده إديولوجية كما هكذا الضلامية فيما يخص المرأة بالتدقيق يعني اضطهاد المرأة وعلى هديك هو دخيل هذا قانون الأسرة دخيل على المجتمع الجزائري والدليل على ذلك أن المرأة الآن متواجدة في كل المجالات إذن بقدر ما المكانة المرأة الآن تأكدت بقدر ما قانون الأسرة مازال موجود في حين المرأة انتزعت المساواة في قانون الجنسية وهذا تناقض لكن والعرقيل مازالت موجودة أمام سيدة حنون لأن قانون الأسرة مرتبط بالمادة تنين والدستور لا ليس مرتبط بالمادة مرجعية دينية لا 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 بعد الاستقلال كان موجود دستور في الجزائر المرجعية الدينية هذه المرجعية لا تجعل من الدولة الجزائرية دولة دينية تيوقراطية أبدا هي جمهورية دولة مدنية وكل القوانين مستنبطة من القانون الوضعي هذا قانون الأسرة وهذا تمييز في حد ذاته الذي داره قانون الأسرة لا همش علماء في الدين هذا ما رجال عاديين نواب في المجلس الشعبي الوطني نظام الحزب الواحد عندهم نظرة نظرة إيديولوجية حتى كانوا يتناقصوا وحاول طول العسى التي تضرب بها المرأة أنا ذاك في بداية الثمانينيات وهذا تخلف حقيقة تخلف وحتى يتناقض مع طبيعة ومضمون ثورة تحريرية التي حررت الإنسان أنا كنت صغيرة ولكني نذكر كيفية الثورة طورة العقليات وطورة الممارسات ووحدة ما بين مكونات الشعب الجزائري وبالتالي كون المجلس الشعبي الوطني ما هو مجلس حقيقي وكونوا تهيمن عليه أغلبية مفبركة عندها توجه هذا اللي ما سمحش في 2005 حتى باش أننا ندير نقلة نوعية كما درنا في قانون الجنسية ولكن حتى لما تشوف الحكومة أربع نساء وزيرات يعني شيء ما مشرف بالنسبة للجزائر يعني شيء ضئيل جدا لأنه تاخد في كل المجالات تلك المرأة أي جنرال في الجيش اليوم أي في كل القطاعات أي طيارة أي مترشحة للرئاسيات شوف التناقض بإمكاني أكون رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت في مجال الأحوال الشخصية في مجال حياتي الخاصة يعني أنا مواطنة من درجة تانية وهذا التناقض صارخ وتناقض مع المادة 29 من الدستور وبالتالي اللي تخباه وراء الدين هذا نافقه فعليا لأنه نحن عرف علماء حقيقيين يمارسوا للاجتهاد وعندهم نظرة متفتحة وهذا اللي قالوا هذا يعني نص ظلامي وقديم بالي خلاص ما لازمش نتخباه وراء الدين ونحملوه أمور اللي هي تابعة لمواقف سياسية ماذا تحقق فيما يخص العمال؟ بعد أكتوبر 88 الاتحاد العام للعمال الجزائرين أصبح مستقل عن الحزب الواحد وثبت يعني الوجود انتاعه وهذا كان جزء من نضالات يعني نضالات كبيرة ثم تأست نقبات أخرى نقبات قطاعية ولكن تأست بكل حرية هذا اعتراف يعني الاتفاقيات على المكتب الدولي للشغل اللي الجزائر مصادقة عليها ثم في بلادنا مثلا في الثمانينيات حتى كانت الجزائر لا نعم في الثمانينيات صادقت على الاتفاقية 188 تع المكتب الدولي للشغل اللي تحرم كل أشكال تشغيل الأطفال وهذا موقف تقدمي لكن في أرض الواقع تشوف أطفال يشتغلوا يعني تناقضات ما بين النصوص وبين الواقع العمال منذ 2011 إلى غير الآن خاصة ولكن حتى في السنوات تع الجمر يعني في السنوات اللي ما قبل انتاجوا مكاسب كثيرة اللي احنا كنا رافقناهم في النضالات انتاحهم يعني لكن هذا الشيء منقوس لأنه كاين فوارق كبيرة ما كانش سياسة منساجمة على خاطر منذ 2011 ماذا كانت إدرابات في مختلف القطاعات كانت ديناميكية رائعة ولش انطلقت ثورات عن جيراننا في تونس أو في مصر أو يعني حراك هكذا المتاعج الشعوب طرحين مطالب ديمقراطية اجتماعية فحنا لأنه عندنا تاريخ يختلف حنا كان عندنا الربيع الأمازيغي في سنة الثمانين والربيع الديمقراطي في ثم ثم غرقنا في المأساة الوطنية وخرجنا سالمين بفضل المقاومة الشعبية وتعى الدولة وتعى الهيئات النظامية وتعى الدولة وبالتالي عندنا يعني احنا في طليعة النظالات فالعمال والشباب طلعوا في سقف المطالب من تاحهم لكن الاجتماعية ويعني تاع دروف المعيشة ودروف العمل وطلبة أيضا طلبوا يعني رفعوا أصواتهم داروا إدرابات لأنه نظام الآلم دي غرقهم في فوضى عارمة لأنه استورد في سنة 2004 بطريقة عشوائية وتمارس ضغط كبير على الطلبة في حين أنه هو ما يتبقش مع تطلعاتنا وتاريخ شعبنا وطبيعة التعليم لأنه نحن التعليم والصحة المفروض أنهم يعني كائن مجانية ولكن بسبب الأوضاع اللي عشناها لمكانة المأساة الوطنية والتقاقر يعني كائن تناقض تصويبات اللي جات فيما بعد في السنوات في السنوات الأخيرة حرزنا العديد من الانتصارات أنا نعطيلك يعني بصفة مجزعة في السنوات الأخيرة أولا اللي ما كانت صحيح الهيكالي نحن الحزب الوحيد اللي ما استسلمش لليأس نضلنا من أجل السلم والمصالحة وساهمنا في المبادرات واليوم رجع السلم في بلادنا دون تدخل خارجي هذا أكبر مكسب بالنسبة لي وبالنسبة لحزبي لأننا شاركنا في كل المسارات حتى مثل السلم والمصالحة اللي كان منقوس ومتناقض نحن دعمناه وأنا نضمت حملة ورحت نشط تجمعات بتمويلنا الخاص وبصفة صادقة وشرحت للمواقنين أنه أي نعم هو منقوس هو متناقض هذا وش جاب الوقت يعني ميزان القوى ميزان القوى في بلادنا لأنه كان مازال ما خرجناش كلين من الأزمة لكني شرحت وأقنعت المواطنين بهذه المبادرة الجزائرية حصريا وهذه تسد الباب أمام محاولة تدويل الأزمة الجزائرية ولكن اليوم ومنذ سنوات ونقول الآن نحن الأوان باش نعود نستكمل هذا المسار نفتح الملفات العالقة لأنها أولا هي جزء من المأساة وما دام ما ضمضناش كل الجراح وما دام ما زال كين للجمر تحت الرماد معناه فيه إمكانية جي أطراف وتعال وتشعل نيران الفتنة ثم في الخارج القوى الاحتلالية والإضطهادية الكبرى تستعمل بعض الملفات كما ملف المفقودين تبيع وتشري به تضمارس ضغط فمعناه قدرنا قطعنا أشوات كبيرة بلادنا هي البلد الوحيد اللي خرج سالم من مأساة دامت أسجد من 12 سنة بالمقاومة وهذا مكسب في حد ذاته لأنه عنده علاقة مع الثورة التحريرية ثم اقتصادنا نهار في هذا الوقت ودمرت منشآت قاهدية مدارس جسور نحن في مرحلة إعادة الإعمار ويعني الحض كان حليفنا لما سعر البرميل طلع تسوّب التوجه الاقتصادي والاجتماعي لكن طبيعة النظام ما تغيرتش طبيعة المؤسسات البالية ما تغيرتش هذا اللي عرق المسايرة الموية عفوا عفوا فقلت كي مكسب عديدة نحن الحزب الوحيد اللي قدر يساهم في انتزاع مئات المكاسب ما كان حتى حزب واحد اخر انتزع ولو مكسب واحد في التوجه الاقتصادي في التوجه الاجتماعي حتى فيما يخص تمزيغ لغة وطنية ثانية نحن الحزب الوحيد اللي قال لرئيس الجمهورية لازم تترسم كلغة وطنية ثانية دون استفتاء وانا تلقت به وأعتقد أني أقنعته في فبراير من سنة 2002 بعد المأساة اللي ألمت بولايات القبائل وكان ذلك غرفتين البرلمان اجتمعت في أفريل 8 أفريل 2002 ورسمت تمزيغ لغة وطنية ثانية في الدستور دون اللجوء لاستفتاء وحفظنا عن اللحمة الوطنية واليوم ما زالنا خطوة اللي باش نخطوها وبالتالي عندنا مكاسب عندها طيوغ يعني المتسوف البلدان جاعدة تنهار أوروبا كلها منهارها اقتصاديا اجتماعي سياسيا الأزمة على المؤسسات على الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة انحطات فاضية في البلدان المسمات بالناشئة اللي اقتصاداتهم مدمجة كليا في الاقتصاد العالمي احنا سلكنا لأنه حافظنا على البنوك والتأمينات العمومية واستعدنا تأميم المحروقات اللي احنا الحزب الوحيد اللي ناضل من أجلها ناهض لإلغاء التأميمات في 2005 وانتصرت بلادنا وحنا نصرناها قمنا بحملة شارسة ورئيس الجمهورية في 2006 رجع تأميم المحروقات يعني العديد من الانتصارات القاعدة تأميم المحروقات في عقود شاركة مع الأجانب الأفضلية الوطنية حق شفعة للدولة الاستثمارات المتحدة هذه من مقترحاتنا اللي تمناتها الحكومات والتاريخ يحفظ للوزا حنون ولحزب العمال الكثير من الإنجازات يعني خلينا نقول الحصرية يعني فيه بعض الإنجازات اللي شاركتوا فيها مع الكثير أكيد 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 والبعض إحنا كنا الوحيدين فيها ولكن كنا نرى مثلا قطاع المناجم في 2001 لما تلغى تأميم تاعه واللي أنا بالنسبة لي كان طعنة يعني طعنة في ثورة الجزائرية في دماء الشهداء خطرة تأميم المناجم كان مطلب تحركة الوطنية منذ سنة 1926 كتأسس النرجم شمال إفريقيا في فرنسا في فرنسا المكان على رأسه مصالي حاج وقادة من تونس ومن المغرب كان هذا مطلب جماعي على مستوى المغاربي وبعد الاستقلال كان من بين الخطوات الأولى التي ثبت مضمون اقتصادي الاستقلال ثبتنا هذا الاسترجاع تاقطع المناجم وكان مفخرة لنا والدولة مولت والدولة ساعدت وكان يعني مناجم والطاقة الغاه في 2001 مكان دم يسيل في ولايات القبائل وكمشة من النواب يعني كانت عندهم الواقاحة مش الجرأة باشتعنوا في تاريخ بلادنا وفي ثورة تحريرية كنا وحدنا وكانت معنا الوجهة تاعة الاتحاد العام اللي عرضنا بكل قوانا لكن للأسف كنا وحدنا مقدرناش وكان هذاك الوقت التوجه الاقتصادي فضيع كان تصحيري حقيقة كانت العهدة الأولى رئيس الجمهورية وكان في ذلك الوقت رئيس الحكومتاء والمترشح الحر حاليا حاليا نعم ونحن بالنسبة لنا كانت انتكاسة كبيرة بقينا الناضل والعمال ناضل والنقبة ناضل وفي نهاية السنة الماضية بإرادة وكذلك الدولة أي الوزير الجديد وحتى رئيس الدولة والنضالات نتاعنا وتعالي العمال تمكننا من استعادة تأميم المحلوقات ثم المناجم وهذا فتح الباب لاستثمارات ضخمة أن الدولة رح تستغل المناجم تندوف تبشار يعني رح تغير خلاص الأوضاع هناك وحتى رح تتعطي مناصب شغل لشباب في الشمال ورح تفتح مناصب تكوين مع التكوينية جديدة وتنفسه في القطاع تاعميم المناجم تدهب في مثلا في أمس ميسا في تمراصة أو في ونزا وين كنت رحت أثناء الحملة الانتخابية ونزاب وخضراج بالعنق كل الإمكانيات التي هي متوجرة رح نستغلوها معناه هذه طاقة إنتاجية جديدة هذه فرص عمل جديدة هذه ثروات متجددة لبلادنا لبناء اقتصاد قابل للدوام وهذا شاركنا فيه مش وحدنا ولكن شاركنا فيه وعندما تتلاقى التعبئة الشعبية والعملية مع الإرادة السياسية الفوق تقدر تكون إنجازات عظيمة رح تقلبي لي برنامج سيدة ويزا حنون لأنه حنا في الفقرة الأولى حبيت لو أنا كل حديثي معك سياسة أنا عارف حديث في الاقتصاد معك سياسة وفي التقافة السياسة وفي النظام السياسة لكن أنا حبيت الفقرة الأولى نترق إلى بعض القضايا الخاصة بالنظام السياسي لكن اسمحي لي في الأول نطع لك السؤال حزب العمال لديه الآن انتشار وطني واسع والوزا حنون دخلت بيوت كل الجزائريين سواء كانوا مؤيدين لها لطروحاتها أو معارضين لها أصبحت اسم معروف لدى كل جزائريين بكل أعمار وكل شرائح لماذا ترشحت لوزا حنون انتخابات الرئاسية وهل هي مؤمنة فعلا بحضوضها وهي تقف منافسة لعبد العزيز بوتفليقة وملاحظة هل تعتقد أن المجتمع الجزائري أصبح مستعدا لانتخاب امرأة وأنه تخطى أو تجاوز الثقافة الأبوية الرجولية الموجودة في الجزائر والله في الجزائر كان مام بقايا المتخيخة النظام الأموي في الجنوب تذهب هناك ترى البقايا في تقاليد في طريقة العيش في الجنوب يخرجوا حتى لربعة أسبوع لم يكن إشكال أبدا وفي عندهم ما زال كانت تقاليد والمرأة هي التي تفصل في القرارات أنا والله أنا من شطر الشرائي الذي يقول المجتمع الجزائري محافظ والمجتمع الجزائري أبوي لا هذه كان زمان كان زمان لكن الثورة حرت حرت الشعب الجزائري ونادرنا خطوات رائعة بعد الاستقلال يعني كان تفتح تفتح ديمقراطي فعلي تقدمي تقدمي لأنه كان توجه يعني نجم نقول عليه اشتراكي بين قويصات لأنه الاشتراكية تطلب أن تكون ديمقراطية حين كان عندنا نظام الحزب الوحد وعلى ذلك عبدنا تقهقرنا للأسف نذكر بعد الاستقلال كانوا البراحين وانا صغيرة خلاص هذي كنت نقرأ البراحين يمشيوا في الطريق ويقولوا يا ناس يا ناس يلي عندكم بنات يعرفوا يقرأوا بنات مش يذكورها بنات يعرفوا يقرأوا ويكتبوا يقولوا لهم يجيوا لعندنا هنا لالولاية باش احنا محتاجين لهم باش يخدموا احنا كان تشجيع لمشاركة المرأة وكان فيه محول أمية فقلت قبيلة بلي قانون الأسرة الشعب الجزائري ما هو مش مسؤول عليه مش هو اللي طالب به بعد اكتوبر 88 لما قدرنا يعني نخرج في مظاهرات بمناسبة 8 مارس هو المظاهرات كانوا فيها 25 ألف مشارك ومشاركة الأغلبية يعني نص نص رجال بولادهم ببناتهم بنساهم بكذا لأنه كان تطلع للمساواة المجتمع الجزائري تقدمي بالأساس سيخطوه في هذه المرحلة الأخيرة ما هو ش حب خلاص صار فينا وش صار في ليبيا ولا في سوريا ولا في بلدان واحدة أخرى ما هو ش دلامي بالأساس حتى المأساة الوطنية مش شعب الجزائري اللي مسؤول عليها النظام السياسي نظام الحزب الواحد أنا المبدأ الوعي السياسي داعي بدأ علاقة بالاضطهاد المرأة علاقة بهذا الشي بدأت مناضل وكما كانوا في البرتري في الإطار الجامعي الحقوق تحت طلبة تحرير النقابة ثم شفت باللي لازم تغيير النظام نقص حاجة اللي تجمع ببين هذا المطالب فبديت نمارس السياسة المطالبة النظام من أجل التعددية الفكرية والسياسية والحزبية يعني كان هذاك النظام مش غير التنظيم اللي كنت أنا فيه كل الناس اللي كانوا يعرضوا من الإسلاميين إلى طيارات الأخرى اللي ما كانتش اشتراكية كان الجميع يطالب بنهاية نظام الحزب الواحد لماذا ترشحت أولا أنا لم أترشح رشحني حزب الأممال كي ينفرق ما بيني وبين المرشحين الأحرار اللي هما في الواقع يمثلوا طموح شخص ولو بيشوق علاقة بأوضاع تلك البلاد وببرنامج ورؤية ولكن طموح شخصي أنا ما عنديش طموح شخصي أنا طموحي جماعي يعني نضالاتي كانت دائما جماعية مع النساء مع الأممال مع الطلبة مع الشباب مع الفلاحين صغار وبالتالي أنا يسعب عليها كثيرا أني نتكلم يعني بإسمي بإسمي لأنني مولفة نقول نحن نحن دائما بخص كن دي فورماشون يعني نحن حتى في البرلمان في المجلد الشعبي الوطني دائما نواب تاعنا يقولوا نحن في حزب العمال وأنا أثناء الحملة الانتخابية يعني كثيرا ما أستعمل هذه الطريقة في المخاطبة بتاع المواطنين الحزب قرر إرشحني لأن الانتخابات على بالنا ما هيش ديمقراطية وما هيش شفافة ما زال ما تمكنناش من تغيير قانون الانتخابات كما احنا طالبنا ونضلنا من أجل ذلك بل أنني يعني نقول لك في 2012 الإصلاح السياسي اللي بادر به رئيس الجمهورية فشل كليا لأنه النواب تاع الأغلبية أفرغوه من المحتوى يعني المشاريع كانت فيها نوع من التقدم يعني كان فيها نوع من الجرأة اللي جابتهم الحكومة ولكن النواب هذا شيء تناقض في بلادنا أفرغوها من محتوىها فتقهقرنا وبدأت تفسخ اختلاط المال الواسخ بالسياسة واليوم يعني تركيبة المجلس مرعبة كنت في أول واحدة كانت عندك الجرأة وقلتها ورئيس الجمهورية قال لازم الفصل بين المال والأعمال من جهة والسياسة من جهة ولكن للأسف لما وصلت المجلس الشعبي الوطني على هذهك أنا من بين الالتزامات التاعي أنه في حالة ما تكون عندي الأغلبية بعد الإصلاح الدستوري يعني الواسع مشي تعديل الإصلاح الدستوري واسع لتأسيس الجمهورية الثانية رايح نشرح في تنظيم انتخابات شرعية مشبقة كلا بناء أولى في بناء الصرح الديمقراطي لأنه استمرار نظام الحزب الواحد بالمؤسسات نتعوه ما سمحش للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية أنها تكون عندها وطيرة وطيرة حقيقية باش نخرج من بقايا المأساة الوطنية وتصحيح الهيكلي كاين تناقض تعايش ما بين تصويبات نحن سهمنا في يعني كيفاش نقوله شرعانتها باش يعني ترسيمها من خلال قوانين مالية تكملية في 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 وكاين بقايا التصحيح الهيكلي لأنه كاين مشؤولين اللي ياخدوا قرارات ما وقفهم متناقضة ما كاينش حكومة نبعة من الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وأصلا الأغلبية في المجلس مفابركة مفابركة وبالتالي هذا تناقض تلقى وزير وطني يحب يدافع على سيادة القرار الاقتصادي يحب يشجع بناء اقتصاد في بلاده وتلقى وزير وحدة آخر يمت تسهيلات للخارج تدميرية في الواقع عنده رؤية كومبرادورية وحنا سبقوا بينا أنه هذا شي كان تناقضات ما بين توجيهات على رئيس الجمهورية وشي اللي دار في بعض من قبل بعض الوزراء يعني كان نوع من القطبية من القطبية في توجيه الاقتصادي والاجتماعي وهذا شي عنده علاقة بطبيعة النظام وعنده علاقة ببقايا بقايا المأساة الوطنية في بلادنا والضغوطات اللي تتمارس على البلاد فنحن نعتقد أنه باش تتحرر بلادنا يتحرر الاقتصاد من هاد القطبية التنقضات اللي تميز السياسات بصفة عامة باش ندير نقلة نوعية لازم نحدث القطيعة مع نظام الحزب الواحد مع المؤسسات تاعو باش نشرع في بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة باش نقدر نكافح الفساد فعليا يعني نخلق الميكانيزمات حتى القانون المتعلق بمكافحة الفساد النواب أفرغوه من محتوى يعني باش الأمور تكون واضحة بس كو حافظوا على رواح مأنا نقول لك اليوم الحسنة البرلمانية في كل بلدان العام لنأخذ فرنسا حسنة البرلمانية ما تعفيش لا الوزير ولا النائب من المتابعة القضائية ما يقدرش يروح يحرق الإشارة على المرور عمدا كما يديره بعد النواب عندنا ولا يروح يضغط في الصفقات عندما يعني العدالة القضاء في فرنسا يتابع رؤساء يتابع وزراء احنا عندنا ما كانش ما كان حصل تعرف واشنو نائب كي تنتهي العهدان تاعو وما يعودش نائب يعني ما ينجحش ما يترشحش ولا ما يعودش نائب إبه تبقى عنده نوع من الحصانة يعني القضاء ما يقدرش يتابعه رغم أنه يعني يكون اقتارة في جرائم حتى جرائم مخلة بالحياة أو اللي تضرب بالاقتصاد وهذا شيء غير مقبول فحنا نضالاتنا لم تتوقف الخطر حنا ما كتعناش ليس في بلادنا حنا عارفين بالثورة تحريرية ما زالت عايشة في ضمائر المواطنين وتتلقى الجيل بعد جيل وكانت عندها بوع دولي ومضمون اجتماعي واقتصادي وبالتالي عفوا أنا نقول باللي أنا الحزب رصحني لأنه أولا الحزب بتاعنا كبر كما أنت تفضلت وقلت والجميع تعرف بذلك رغم التزوير في الانتخابات حنا بقينا نتقدم نتقدم في الانتخابات الشريعية 2012 كنا القوة الأولى بـ 80 مقعد والحزب اللي حطوه الأول تعجبها التحرير كان عنده 55 مقعد لكن هو كان في أزمة باش ينقضوه وينقضو النظام سرقونا المقاعد تقريب 3-4 المقاعد ووزعوهم على الأحزاب الحاكمة وحزب وحد آخر يعني في إطار اتفاقات للإسترات ولكن هذا ما منعش المواطنين يعرفوا المواطنين يعرفوا المكان انتعنا والصدق انتعنا وأنه احنا مقلبناش الفيستا احنا اليوم الضرف العالمي يعطينا الحق الضرف الوطني يعطينا الحق لما رئيس الجمهورية يعطرف في 2008 بفشل سياسة الخوصصة وشاركة مع الأجانب قالوا رئيس حكومته والوزارات كانوا يقولوا هاته سياسة لا حتمية ولا عكوسية هذه ما كانش من بدلهاش هذا انتصار بالنسبة لنا بالنسبة للبلاد وكانت تصحيحات احنا تمكننا من المساهمة في إعادة فتح مؤسسات بالعشرات وفي كون الدولة تدخل في إطار يعني في إطار سياسة الجديدة التصويبات تدخل كشريك في مؤسسات اللي تم خوصصتها وتسليمها للأجانب وبالتالي أنا نكمل لك نكمل لك خلاص الحدود انتعنا إذا ما كانش إذا كان المسؤولين وانا نجه لهم نداء أنا ما نهددش منهددش للولات لرؤساء الدوائر أنا عندي أخلاق سياسية وبلادي عزيزة عليا جام من عرضها للخطر أبدا أنا ما نحنش تصارى في بلادي ويصارى في كينيا ولا في الكود ديبوار ولا في الجيورجيا ولا في أوكرانيا أبدا كما الأنصار تقوموا واحد المترشح قاعدين يهددوا يقولوا نخرجوا للشارع ونعلنوا عن فوز الرئيس تعناق قبل ما ما ينتهي الفرز وقال ننقسوا حكومة موازية ونديروا نصبوه نديروا عملية التنصيب وهذا بالخطورة بمكان لأنه ابتزاز حمال منصبو اللي كان مسؤول في كذا ما هوش ينتقموا من النظام ينتقموا من الشعب من السيادة من تاريخنا من استقلالنا فأنا ما نهددش أبدا أنا نناضل ضد التزوير ونتوجه للمسؤولين في الدولة مرة أخرى كما قلتها مرارا وتكرارا وكلهم رحموها هذه البلاد مش كل مرة تسلم الجرة المرة هذه كينتحرش كبير وتكالب كبير يمكننا شوفوا الدم كسال في غردايا راهي انتخابات حرب دولية إقليمية وحتى في الداخل لما يعدوا عندنا أذناب القوى العظمى في الداخل ويناديوا للتدخل الخارجي لازم نفهموا وش معناها هادوا معاولين على البلع معاولين يزجوا ببلادنا في مسار تفكيكي تع فوضى عارمة وقاعدين يقولوها بصريح العبارة فأنا نقول لهم يعني أرحموها هذه البلاد لأنه احنا الحملة شرحنا للمواطنين بلي لازم يتجندوا بيش بلادنا تخرج سالمة وبالتالي إذا كانت الانتخابات كانت شفافة وما كانتش يعني تزييف وما كانتش يعني محاولات فأنا على يقين باللي النتيجة راح تكون يعني كبيرة بالنسبة لنا كبيرة بالنسبة لنا إذا مش المرتبة الأولى المرتبة الثانية دجانة كنت في المرتبة الثانية في 2009 الفارق اللي كان كبير ما كانش حقيقي ما كانش حقيقي دايوغ المجلس الدستوري اعترف بالتزوير بيسك رجع لي 45 ألف صوت أنا في الطعون اللي قدمتها مئات الألاف تعالى الأصوات اللي كنت باش نستعيدها والمسؤولين في الدولة كي على بالك يخرجوا في الخارج يزلقوا يزلقوا ومبعد يعطيوا الأرقام الحقيقية كي يضغطوا عليهم ويقولوا لهم المرأة مضطهدة في الجزائر يقولوا لا احنا عنا الوزح النون ولا بخوف وكذا وكانت مرشحة للرئاسيات وبعد يعطيوا أرقام يعني رايعة يعطيوا أرقام رايعة عن النتائج وهذه هي الأرقام الحقيقية ما من المرة اللولة المرة اللولة في 2004 يعني خلوا لي 10% من النتائج وفي 2009 نفس الشي نفس الشي لأنه وانا في هذه الحملة أنا رشحني حزبي ما دعمونيش مختلف الأحزاب اللي عندهم مواقف ومال الواسخ ما دعمنيش خلاص احنا دعموني مواطنين ومواطنات وعمال ومتقاعدين حتى دي باتخون صغار دي باتخون صغار وطنيين يحبوا بلادهم يتفقوا معنا باللي لازم نحروا الاقتصاد الوطني من اتفاق الشاركة مع الأجانب مع اتفاق الشاركة مع الاتحاد الأوروبي اللي أنه كارثي وتصحيري وهما حبين يحميوا الإنتاج يتفقوا معنا باللي بلادنا ما لازمش تدخلوا أمسي باش ما نقضيوش على المجهودات ويتفقوا معنا باللي لازالي ما جابتنا حتى شي باللي بالعكس وبالتالي أنا حملة تعنا نضيفها كلمة صغيرة كلمة صغيرة الحملة اللي كانت قوية في الطرح ومنساجمة هموجين هي الحملة نتاعنا وباعتراف الجميع شوف احنا احنا اون منوت اون منوت في الوقت المخصص في التلفزيون والإداءة ما ضيعنا هاش وباعتراف الجميع دليل كان صعيبة كان صعيبة فالك نشوف كيفاش ونحن نلقى بسكو كمان مش ممكن ما نتوجهوش لأشقائنا وإخواننا في المهجر كان لازم أسي نخاطبهم ولو أنهم يعرفون حتى هما يعرفني كل الشعب الجزائري ويتبعوا وكلما كانت لي مناسبة وسافرت ونتلقى بيهم في الشارع والله كأنني في شوارع الجزائر يعني الجزائريين يجيوا يتناقشوا معايا وتبادلوا ويقولوا باللي متفقين وباللي يدعمونا وبستعدين أنهم حتى هما يتحملوا مسؤولياتهم باش يخدموا هذه البلاد سيد لوزحانو قبل ما نمشي للنقاط التقنية اللي حاب نترق لها قبل نهاية الفقه الأولى مثل الأولويات في تعديل الدستور نعم أنت كنت تترقتي إلى مترشحين آخرين وكنت أول أيضا من تترق إلى محاولة تكريث تنائية انتخابية ببولغيتة إلكترال هل تعتقدين أن هذه عملية تسويق انتخابية لتحضير رأي عام أو لتوجيه رأي عام نحو تصويت معين هناك طرح آخر ممكن طريف نوعا ما يكيف المترشحين بهذا الشكل أنه عبدالعديز بوتفليقة سيلو فابوغي أنه علي بن فليس سيلو شالنجر وأنه فيه ثالث أوتسايدر الأوتسايدر هو إما المرأة أو الشاب على أساس هذه الصفة صيفة المرأة فأوتسايدر تحدث المفاجأة أو الشاب بالعياد وأصغر هل هذا الكلام يعني وش تعليق عليه والله إلا كان الانتخابات كانت حرة ونزيهة حتى وحد ما يقدر يعرف وش تكون النتائج وأنا حاسم حاسم رأي تقدر تكون يعني مفاجآت مفاجآت وأنا سمعت وشتفت ورحت أنا شوف التجمعات كانت مفتوحة الإدارة لم أجبت لم يكن الموظفين إطلاقا وأنا لم أجب المواطنين كما دار وحد المرشح لم يكن المرشح لديه مال لك يكريوا الناس والشباب كانوا غاضبين يقولوا لي يقولوا لنا هكو ألف دينار ويجيب الغاشي وارواح أنا كانت حمل حقيقية أصيلة أوتنتيك وانا قدرت المناظرة وانا قدرت المناظرة ما بين البرامج دايق وكايل أنصرت على واحد المترشح رئيس الحكومة الأسبق اللي ما تقوش هذا الشيء يعني هذا الشيء غريب كنترقت ليه قليلا نحن ما نعرف شوش كاين تعرف لالانتخابات حاجة متغيرة متحولة قالوا تغاني إلكتوغال تقدر تصرع أي شيء أي حدث لتغير المعنويات تغير كل المعنويات وشوف الجزائرين محبوش الحجرة محبوش الحجرة محبوش شفناها منظومة يلكات خوش دارو تشوفوا تكالب مثلا على مترشح أو تكالب على مرأة ما يتقوش ما يتقوش على خطر عندهم النيف معروفة هذه ومتبعوا ويشوفو نسمع لهم أنا نسمع لهم الشيء الأكيد الشيء الأكيد أن المكانة نتاعي أنا زادت توسعت وتوسعت وتوسعت في الشرائح الشعبية الواسعة وقتلك قبيلة أنا هذي كائن بعض الصحف اللي حبوا يوجهوا الرأي العام حبوا يوجهوا مرسوا عليه ضغط لأنهم في الواقع هما يدعموا مترشح ما هذه الصحف عندها توسع يميني دو 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 وهذو ما بينين دونك هذه الصحف دايوغ كي تطلع لها تلقابل لي كأني أنا مانش مترشحة ولا يكذبوا يزيفوا قال تجمع ما جوش الناس ولا يزيفوا كما صارح في بجايا وهذا شي عيب يعني ما فيهاش أخلاقيات وماش أول مرة اللي تسرى هادش ما منعش الحزب يكبر والأصوات تعني تزيد فبقدر ما نقدروا نقيسهم نقيسهم يعني المكان أنتع كل واحد علاقة بالتاريخ نتعو بالتاريخ نتعو اللي حكم بينسوق الشعب عنده الحق يناقش الحصيل نتعو يقيمها واللي ما حكمش على أساس المسيرة نتعو أنا ما حكمتش وأنا المسيرة تعيم لينا بالنضالات والجميع يعرفها لكن جسما المعارضين لويزا حنون يقولوا أنها تمسك بهذا الموقع وهو موقع مريح حيث أنها تمارس المعارضة والنقد دون دخول معركة التسيير والعمل الحكومي وهذا ما لا يسمح بتقييم أدائها لا 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 أنا ميقدروا يقيموا أدائي إذا كان تخلق في حكومة باتش ووك ميقدروا مهما كانت المواقف فتاعة أنا حزب رشحني باش نكون رئيس الجمهورية وش يحبوه كتر من هاك ولما رحنا لانتخابة الشرعية دائما ناضلنا باش نتحصل على الأغلبية كنا الديو الأغلبية بتفوية الشعبي نحن لنحكمه أكيد أننا نحكمه نعم عرضت علي مناصب وزارية ونرفض في سنة 2000 المطار الشح علي بن فليس حاليا اللي كان رئيس ديوان رئيس الجمهورية تصل بينا قلت له ما نقدرش نحن المواقف تعنا ما تسمح الناش خاطر نتقاسم أنا السلطة مع واحد كان يغلق في المؤسسات حكومة اللي كانت تصحر حكومته صحرت حقيقة للغاة تأميم المناجم اللي كده اللي كان ديجا مام سونا ترك كان حبي خوصصها أنا ما نقدرش يتنافع مع المبادئ انتاعي ومع البرنامج تعالي الحزب فقمام الناس تكون وعية هذا جال حكومة توافق وطني هذا يتنافع مع الديمقراطية ومع سيادة الشعب كيفاش واحد مع الخوصصة مع واحد ضد الخوصصة واحد مع حقوق المرأة والأخر ضد المرأة واحد مع تمازيغ والأخر ضد تمازيغ شنية الحكومة هذه هذه ما هيش ديمقراطية إطلاقا هذه بدعة هذه بدعة وعلى هذهك ما قدرناش نتقدمه بس كواحد يش بدل لور واحد يش بدل جدام دونك هذه من ناحية في 2002 نفس رئيس الحكومة التزوير العلمي باش تطلع لفلان هو تصل بيا وقال لي على بالي الموقف تاعك ولكن الرئيس الجمهورية قال لح قال نقترحه ليك لكان يعني تعطينا أسماء انتعداء قلت له شكرا يعطيكم الصحة ولكن أنا موقف لم أتغيرش موقف مبدئي لو كان مكانش تزويرت على الانتخابات وكان يعني احتفظنا بالمقاعد نحن كان الوقت يختلف في 2012 لو كان ما زوروش الانتخابات الشريعية وحنا حافظنا على 80 مقاعد بصفتنا القوة الأولى اللي بينسوق رئيس الجمهورية منتخب لكنت اقترحت عليه إصلاح دستوري فورا واقترحت عليه بينسوق تشكل حكومة وكذا ويعني نفتح النقاش ونصح ونصوب السياسات ولكن لما سرقونا المقاعد عندي استعداد عندي استعداد بالشرط أنه تكون عندي نكون القوة الأولى الأغلبية إذا كان أنا ما عنديش الأغلبية أنا أقلية ويقولوا لي أرواحي بشي ورطوني في سياسات مش مليحة لما يورطونيش ما يورطونيش وبالعاك شوف اللي هما في الحكم واش داروا وشوف حزب العمال والمرشحة تاعوا اللي هما في المعارضة واش داروا وهما داروا انتكاسات للبلاد حتى رئيس الجمهورية المترشح العالي اعترف قدام الصحفة باللي ارفضت أنا ندخل في الحكومة وقال عندها الحق على خطر هي من خارج الحكومة تدفع البلاد خير من اللي هما داخل الحكومة فعلا إلا من دي بلوش كسا على بالي قالوا عندي عشرة من لويزة حنون ندير المساواة ندير المساواة ولكن هذا ما يمنعش لو كان دار أوسي لابغيتي في الحكومة لو كان دار تتسمى سياسة جارئة لأن الرئيس اللي يكون مستنير اللي يكون اكلغي هو اللي يعطي دفع اللي ديناميكية في المجتمع يدير القوانين اللي تكون مستنيرة تكون تقدمية كما دار قانون الجنسية كان ممكن أوسي ينحي قانون الأسرة أو على الأقل يدير له تعديل يكون على الصح اللي ينحي الاضطهاة على المرأة وما يرجعهاش مواطنة من درجة تانية وينحي هذا التناقض الصارخ مع الدستور مع المادة 29 من الدستور فبالنسبة لي هذه الانتخابات دابوغ هي انتخابات حرب هي انتحان بالنسبة للبلاد ويرب تخرج منها سالمة قبل كل شي ثم أن الشعب هو اللي يختار أنا ما ندرش يعني بكل صراحة وبكل معا نحتارمه نحتارم المرشح سيد علي بن فليس أنا ما ندرش أبدا أنه يعني عنده يعني الشعبية الكبيرة بسكوش في نديجة في 2004 ولكن أيضا السياسة اللي هو يدفع لها الاقتراحات انتاعه البرنامج انتخابي يتنافى مع تطلعات العمال والشباب والمتقاعدين وحتى النساء يعني كل توجه انتاعه يلغاء القاعدات 51-49 في عقود الشاركة مع الأجنب باستثناء قطع المحروقات أو أنه يسمح للجزائرين يروحوا يديوا العملة الصعبة اللي جاء من المحروقات باش يستثمروا في الخارج يروحوا يخلقوا الثروة ومناصب شغل في البلدان اللي تواجه الأزمة في أوروبا ولا في الولايات المتحدة ونحن بيأمس الحاجة إليها عندما هو يقول نعم لفليكسيبيليتي معناه عقود شغيل الهشة وقت اللي العمال يناضلوا الشباب من أجل ما طالب شغل دائمة ونفتح قوس حتى وزير العمل دار نفس التصريح وهذا غير مقبول إطلاقا ويتنافع حتى مع القرارات اللي شفناها في مختلف القطاعات على البارد والمواصلات على الصحة وإن كانت قرارات بترسين هذوك تعقود ما قبل التشغيل وبالتالي أنا أقول بالتوجه برنامج تعوي يخدم المصلحات على أقلية لا يخدم المصلحات لا يستجيب لتطلعات الأغلامية رغم أنه التف حوله كثير من الأحزاب وكثير من منظمات وكثير من شخصية سمحني مع احترامي للحق في التنظيم لكل واحد التفوا به أحزاب لا وجود لها خيالية صورية أحزاب يسموها حقائب أحزاب الانتخابات الشريعية الوضع انتاحهم وهو خاليط واحد من واحد من يعني الشي ونقيده وفي الواقع يدعموه الناس قطلك دي غوفان شار قوسي مشؤولين سابقين اللي حابين ينتقموا من هاد البلاد من بينهم اللي نادى أوباما والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باش يدخل في بلادنا باش يفرض علينا التناوب على السلطة وتجرى يتكلم باسم الشعب الجزائري غزما بالألاف والألاف جاوبوه الجزائريين وقالوا له ما عندكش الحق وتبرقوا منه وبالتالي ما عندوش يعني الحق حواليه ما كانش الشرائح الشعبية لا العمال لا العمال لا المتقاعدين يعني الأغلبية لا المنجرحين يعني المعاقين ولا هاد لا باسكو وكل واحدة نشوف أنا مرأة مناضلة وانا عندي أخلاقيات وما نسود الصورة ما ننزع شوف العهدة اللولة على رئيس الجمهورية لأنه كان نقص بزعب احنا حبينا نزيده نقوي وهو كل شيء ونعطيله بعد تاع الخروج من الأزمة لم نرفضو تعديلات تاعنا وداروا ماملة الصنصور علينا في المسجل الشعب الوطني امتنعنا لكن ما كناش ضده وباستثناء التمازيغ اللي احنا ساهمنا في اتخاذ القرار الانتاح يعني العهدة تعالي الأولى في التوجه الاقتصادي والاجتماعي كانت كارثية تصحيرية وكارثية وانا احنا عارضنا كل القوانين المالية تعالي جات انا ذاك وعارضنا كل القوانين بما فيهم قانون المناجم العهدة تعالي الثانية نص العهدة نص العهدة كانت كيف في التوجه الاقتصادي يعني مش مليح سياسة الخوشصة سياسة كداد تصحير والوزراء كان خاليط من الناس اللي هم كومبرادوريين خبراء اجانب وناس اللي هم وطنيين ما قدروش ما قدروش يديروا حاجة كبيرة تعرف انه في بداية الالفية وزارة الثقافة كانت الميزانية تحت سفر سفر سنتيم زيغو سنتيم ونادلنا ندلنا لانو وزير المالية انا ذاك كان حاب يبيع حتى لغوين تعتيم جاند وجميلة كان حاب يبيعها وهذا كان حكومة كان بنا ابناشنو نعم هاداك كان حاب يرجعنا مش غير ديزان ديجان برك حاب يرجعنا الغجيم سانزيتاغ ولما قلت ها لو طار للسماء قلت له نعم هادا الغجيم سانزيتاغ تعال وقت الاقطاع اللي حبيت تديره هنا مش غير ترجعنا برك ديزان ديجان فكانت فترة صعبة جدا صعبة جدا وحنا كنا نتوجه لرئيس الجمهورية والحكومة تعو ورئيس الحكومة السابق اللي هو اليوم مترشح كي جاب البرنامج تعال الحكومة تعو وحنا عارناه صوتنا ضده لانو كان مرعب كان متوجه مرعب وعلى هديك اليوم كما هاد المترشح يقول انا ندير تقسيم إداري على أساس إنشاء أقاليم وجهات يعني لغيجوناليزازون شوف أوروبا رانا نتكلمهم مع المهاجرين لغوب دي غيجي وجدارت في إسبانيا رح تنفجر شوف الغيزولتا هاد الانهيار الاقتصادي والاجتماعي هاد الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والأفامي قاعدين يدمروا في البلدان الأوروبية اقتصاديا واجتماعيا وهو فرنسا طرحين فيها قضية الجهونة الجهونة لغيجوناليزازون احنا جمهورية موروطة عن ثورة تحريرية وعن الاستقلال واحدة غير قابلة للتقسيم ويقول بللي البلديات ندير تقسيم جديد 60 بلدية ما همش بحاجة كل واحدة يكون عندها انجان بلك انجان واحد يكفيهم هاد يسموها الانتخ كوميناليتي فوخسين انت تعرفها الجزائرين ما يعرفوهاش هنا واش معناه او خرجنا واحدة المشروع اللي الدار في بداية الأوروبية سموه المشروع تعمسو مصبيح لإعادة هيكلة دولة خطير جدا كان يعني حضر يمهد لتنصل الدولة كليا عن المرافق العمومية عن الاقتصاد وقال نخوصوا كل شي الصحة والتعليم وكل يعني المضمون الاجتماعي تعمل ثورة تحريرية يزول احنا مام وقت المأساة الوطنية قدرنا كومي بنحفظ عليه شوية مام كانت المديونية خانقة فهنا نقول لك هذا المترشح ما عندوش الشعبية هو بلاك يشوف هادو ما صحابه اللي دايرن به اللي يسندوه يعني كانوا مسؤولين وكانوا كده يحسب بلي هذا اللي مدله شعبية انا اندهشت كيسمعت يقول عندي الملايين لا انا ما انضنش انا رحت مختلف الجهات وسمعت لكن رئيس الجمهورية العهداء تعالوا لو نصف العهداء التانية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي كانت فضيع وفي حتى كلمة اخيرة لكن احنا تمكنا من التأثير احنا اثرنا على التوجه الاقتصادي انتاعه والاجتماعي وعلى تمازيغ مثل ما قلت لكن بسبب طبيعة المؤسسات النتائج دون المجتوى بقاتل تحت وانتشر الفساد السفقات العمومية للجميع تكلم عليها هذه يشوبها فساد كبير والمجلس المحاسبة المجلس المحاسبة لكودي كونت اللي المفروض هي تحاسب يعني تتبع تراقب تسير تعالما العام تح عشرين الف هيئة عندها ستمائة مقاضي واشتقدر تديرها هذه ومعندها وسائل وبالتالي أنا أقولك هذه المرتبة قليات التي تقترحها سيدة الويدا حنون لمعالج كل هذا لكن هذا يكون في الفقرة الثانية ننتقل بكم مشاهدينا في الفقرة الثانية من برنامجنا والتي سنسلط فيها الضوء على أسئلة المواطنين نراكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة